قبل شهر تقريباً في رسالة في زيارة هي الأولى لرئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل بعد تولي القيادة الأمريكية الجديدة بإدارة جو بايدن البعض رأى أن هذه الزيارة كانت وفقت أو كما قال الإعلام المصري من أجل المشاركة بآخر المعلومات حول ملف المصالحة خصوصاً وأن الزيارة التي كانت قبلها لعباس كامل كانت لقطاع غزة والتقى فيها بيئة سيد يحيى السنوار رئيس حركة حماس في غزة البعض أيضاً قال على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الإعلام المصري وفي البيانات الرسمية للحكومة المصرية أن هذه الزيارة كانت للتباحث حول ملف سد النهضة ومحاولة الحصول على الدعم الأمريكي في هذا الملف قبل الذهاب إلى المحفل الدولي كانوا بيتكلموا بطبيعة الحال عن جلسة مجلس الأمن التي كانت قبل أياه لكن خلال الساعات الماضية المجلة الأمريكية بوليتيكو كشفت حقيقة جديدة وفي ضيحة جديدة شابت أو صاحبت زيارة عباس كامل للولايات المتحدة الأمريكية وهي المطالبة مطالبة جو بايدن وصانع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية بسجن الناشط المصري محمد صلاح سلطان مدى الحياة عباس كامل طالب واشنطن بسجن محمد سلطان مدى الحياة قال عباس كامل في أحد اللقاءات مع بعض المسؤولين الأمريكان أنه بناء على اتفاق كان بين المخابرات المصرية والدولة المصرية والرئيس الثابع للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن يقتضي ترامب آسف يقتضي بحبس الناشط محمد صلاح سلطان فور تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية تنفيذا لحكم بالمؤبد فيحبس محمد في أمريكا مدى الحياة وقدم عباس كامل هذه الوثيقة للأمريكان وهي محضر تسليم محكوم عليه بمناسبة وفقة السيد الرئيس رئيس الجمهورية وسيد الأستاذ المستشار النائب العام على طلب السلطات الأمريكية مقل المحكوم عليه الأمريكي جنسية محمد سلطان الصادر ضد حكم بالسجن المؤبد في القضية رقم كذا لعام 2014 شمال القاهرة والمقيد برقم كذا حصر أمن دولة عليا بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين نتشرف بالإحاطة أنه قد تم تسليم المذكور بتاريخ 35 2015 بمطار القاهرة الدولي إلى البعثة الأمنية الأمريكية المكونة من السيد فلان والسيد فلان لترحيله إلى الولايات المتحدة الأمريكية على الرحلة رقم كذا للطيران والتي تغادر القاهرة في يوم كذا والمتجهة إلى فرانكفورت ثم واشنطن مع التعهد باستكمال العقوبة بالسجن بالسجون الأمريكية هذا هو هذه الوصيخة اللي سلمها عباس كامل للولايات المتحدة الأمريكية وتم التوقيع عليها في المطار من أحد أفراد البعثة الأمنية راح عباس كامل مش عشان يحشد الدعم في ملف سد النهضة ولا يتحدث عن المصالحة أو وقف إطلاق النار في فلسطين بل يطالب بحبس محمد سلطان في الولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة الحال الخبر تصدر الصحف الأمريكية الصباح اليوم وتصدر أيضا مواقع التواصل الاجتماعي محمد سلطان اللي كان محبوس قبل أعوام في السجون المصرية أيضا مازال والده الدكتور سلاح سلطان محبوس وبعد أقاربه بعد قضية رفحة محمد سلطان ضد رئيس وزراء مصر السابق الببلاوي خلينا ناخد أول تعليق تعليق من محمد سلطان على هذا الطلب محمد سلطان قال والله مصخرة لا تليق بدولة بحجم مصر أنا ماستهلش الوقت اللي ضيعوه مع المسؤولين الأمريكان في الحديث عني بدل من الحديث عن سابد النهضة وحوال مصريين المائية اللي على وشك الضياع أتمنى من المسؤولين أن تكون تحركاتهم الدبلوماسية أكتر حرصا على شعبنا وأن يوفروا جهدهم لملف النيل الوجود يقول محمد سلطان الناشط أحمد البقر يقول عباس كامل مدير جهاز المخابرات المصري يسأل الأمريكان عن سبب بقاء محمد سلطان حر بغض النظر عن قضية سابد النهضة التي يجب على كل مسؤول مصري أن يهتم بها الآن وأن تكون كل الاتصالات مع كل الأطراف من أجلها يتساءل البقري هل هذا السؤال منطقي لماذا يبقى الإنسان حرا دكتور محمد الصغير أيضا يقول عباس كامل رئيس مخابرات مصري في زيارة أمريكا تحدث مع مسؤولين عن سبب عدم سجن الحقوق محمد سلطات حسب الاتفاة الذي تم بموجبه ألف راجعا هذا ما يشغل القيادات المصرية وأنا على يقين من أنهم لو تعاملوا مع ملف إثيوبيا بنفس اهتمامهم بأمر المعارضين في الخارج لكانت مصري في حال أفضل بكثير يقول دكتور محمد الصغير بهذه الطريقة وما زالت السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي والاستغراب والاستهجان من طلب مصر الرسمي على لسان مدير المخابرات العامة المصرية من الدولة والنظام الأمريكي حبس الناشط المصري محمد سلطان فقط حسب ما قالوا أنه كان هناك اتفاق مع الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة ترامب على استكمال العقوبة عقوبة الحبس مدى الحياة على الأراضي الأمريكية خبراء قالوا أن أمريكا لم ولن تستجيب إلى هذه المطالبات وسيبقى سلطان حرا سيبقى أيضا شوكة في ظهر النظام المصري مشاهدين وصلنا لنهاية هذه الحلقة شوفكم الأسبوع الجاي على خير في حلقة جديدة من شير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر